يتجه كورونا ليصبح لغزاً في اليمن وسط تشكيك محلي ودولي في عدد الإصابات الحقيقية فالأمم المتحدة التي أكدت أن الفيروس يمتلك كل الأسباب للانتشار في جميع أنحاء اليمن وعلى راسها تخوف اليمنيين من الوصم بالإصابة بالمرض أكثر من المرض ذاته ووفق مساعد الأمين العام المواقة للشيون الإنسانية فإن هذا يقلل من عدد الأشخاص الذين يطلبون الرعاية الطبية عند الحاجة إليها بالنسبة للأمم المتحدة فإن 85% من حالات الإصابة بالفيروس ظهرت خلال الأيام العشرة الأخيرة ولذا فإن اليمن بحاجة إلى خمس أولويات حماية المدنيين ووصول المساعدات والتميل فضلاً عن تحفيز الاقتصاد والتقدم نحو العملية السلمية تكمن المشكلة في أن معرفة المدى الكامل لانتشار وباء كوفيد 19 في اليمن مستحيلاً بحسب منظمة أطباء بلا حدود لأن القدرة على إجراء فحوصات الفيروس محدودة للغاية أطباء بلا حدود التي تدير مركز علاج للفيروس بعداً أشارت في بيان حديث لها بأن بعض الأشخاص يأتون للمركز بشكل متأخر ما يجعل علاجهم أكثر صعوبة وهو ما يعقد من مواجهة الوباء كانت اللجنة العليا للطوارئ قد أعلنت عن آخر إحصائيات الإصابة في المحافظات الواقعة تحت نطاق الحكومة المعترف بها دولياً مؤكدة إصابة 85 مواطناً بوباء كورونا ووفاة 12 مصاباً وتعافي حالة واحدة في حضر موت وعدن وتعز ولحج وأبياً والمهرى وشبوى ومأرب وظالع